وصف المكتب الرئاسي الكوري المزاعم حول التنصط على مقره في منطقة يونغسان بأنها ادعاءات كاذبة وغير منطقية وأوضح المكتب الرئاسي الكوري اليوم موقفه الرسمي بشأن المزاعم حول عمليات التجسس بواسطة المخابرات الأمريكية حيث أكد على أن مقر المكتب في منطقة يونغسان عبارة عن منشآت عسكرية تم فيها تركيب وتشغيل نظام لمنع التنصط أقوى بكثير من النظام الذي كان موجودا في المقر الرئاسي السابق كما أشار إلى أن مقر المكتب الرئاسي الحالي يحافظ على الأمن بدرجة قصوى اعتمادا على نظام متكامل وكوادر متخصصة خلافا للمقر الرئاسي القديم الذي كان يضم مكتب عمل الرئيس ومكاتب المساعدين ومكتب الأمن في أماكن متفرقة واتهم المكتب الرئاسي الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بأنه لا يقوم بإيضاح الحقائق عن المزاعم بل يسارع إلى تحريض الجمهور من خلال إثارة الدعاءات كاذبة ووصف ذلك بأنه عبارة عن إيذاء للنفس وتعد على المصلحة الوطنية وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي بينما تستمر الاستفزازات الكورية الشمالية شكرا ليا